قال ناطق ورسمي باسم المكتب السياسي لحكومة الطالبان دكتور محمد نعيم قال إن أفغانستان تتمتع بالأمن والأمان مضيفا أن التفجيرات التي تحدث في أفغانستان أمر طبيعي على حد تعبده قال نعيم خلال لقاء إعلامي مع الجزيرة مباشر قال إنه عند مقارنة الوضع الأمني الحريف في أفغانستان بالوضع الذي كانت عليه الدولة قبل سيطرة طالبان نرى تحسنا أمنيا كبيرا وذكر أن وضع البلاد حسن بنسبة 99% تحت سيطرة طالبان وعلل نعيم الوضع الأمني في البلاد بالقول إن تنظيم الدولة كان موجودا قبل سيطرة طالبان وإن البلاد كانت تحت وطأة الحرب منذ 43 سنة وقال نعيم لذا من الطبيعي أن لا يكون هناك استتباب أمني ونفى نعيم تقارير صحفية أشارت إلى وجود 15 ألف مقاتل من تنظيم الدولة في أفغانستان قائلا إنها ليست دقيقة ولا تستند إلى حقائق بل هي أكذيب وقال إن أعداد مقاتل تنظيم الدولة مقبولة وبنسبة قد تشابه أغلب دول العالم كما أشار نعيم إلى أن الإعلام يصور أن هناك استهدافا لقادة طالبان من قبل التنظيم وهذا ليس صحيحا ترجمة نانسي قنقر